السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله بي أهلا وسهلا ومرحبا اليوم لدينا فائدة نذكرها مع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر في كتاب التفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان في سورة الكهف قوله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذانهم وقرأ وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موعد فيقول يخبر تعالى أنه لا أعظم أو لا أعظم نعم لا أعظم ظلما ولا أكبر جرما من عبد ذكر بآيات الله وبين له الحق من الباطل والهدى من الضلال وخوث ورهب ورغب فأعرض عنها فلم يتذكر بما ذكر به ولم يرجع عما كان عليه ونسي ما قدمت يداه من الذنوب ولم يراقب علام الغيوب فهذا أعظم ظلما من المعرض الذي لم تأته آيات الله ولم يذكر بها وإن كان ظالما فإنه أشد ظلما من هذا لكون العاصي على بصيره وعلم أعظم ممن ليس كذلك ولكن الله تعالى عاقبه بسبب إعراضه عن آياته ونسيانه لذنوبه ولضاه لنفسه حالة الشر مع علمه بها أن سد عليه أبواب الهداية بأن جعل على قلبه أكنة أي أغطية محكمة تمنعه أن يفقها الآيات وإن سمعها فليس في إمكانه الفقه الذي يصل إلى القلب وفي آذانهم وقرأي صمما يمنعه من وصول الآيات ومن سماعها على وجه الانتفاع وإن كانوا بهذه الحالة فليس لهدايتهم سبيل وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا لأن الذي يرجع أن يجيب الداعي للهدى من ليس عالما وأما هؤلاء الذين أبصروا ثم عموا ورأوا طريق الحق فتركوه وطريق الضلالة فسلكوه وعاقبهم الله بإقفال القلوب والطبع عليها فليس في هدايتهم حيلة وحيلة ولا طريق وفي هذه الآية هذا هو الشعيد من التخويف لمن ترك الحق بعد علمه أي حال بينه وبينه ولا يتمكن منه بعد ذلك ما هو أعظم مرهب وزاجر عن ذلك ثم يقول ثم أخبر الله عن سعاته ورحمته وأنه يغفر الذنوب ويتوب على من يتوب فيتغمده برحمته ويشمله بإحسانه وأنه لو آخذ العباد على ما قدمت أيديهم من الذنوب لا عجل لهم العقاب ولكنه تعالى حليم لا يعجل بالعقوبة بل يمهل ولا يهمل والذنوب لا بد من وقوع أثارها وإن تأخرت عنها مدة طويلة ولهذا قال بل لهم موعد لن يجدوا من دونهم أو إلى أي لهم موعد يجازون فيه بأعمالهم لا بد لهم منه ولا مندوحة لهم عنه ولا ملجأ ولا محيد عنه فقالوا هذه سنة وكذا وكذا والله أعلم شكرا